نرجع الآن إلى خبر تعيين محمد قايدي الجنرال الماجور محمد قايدي في منصب بالغ الأهمية وهو منصب نقراركم القرار الرسمي حتى نكون دايماً نخضر ما يعرف بالمو الرسمية تم تعيينه على رأس مديرية الاستعمال والتحذير لطماجور لقيادة الأركان هذا المنصب منصب مديرية الاستعمال والتحذير المنصب والتحذير لطماجور لطماجور هذا يعتبر منصب مهم ومهم جداً في كثير من بلدان العالم يسمى هذا المنصب يعتبر هو ثالث رتبة بعد قائد الأركان بعد وزير الدفاع وقائد الأركان يعتبر هذا المنصب هو ثالث رتبة من حيث الأهمية لكن في الجزائر هذا يسمى دائرة الاستعمال ليس مديرية عفوا دائرة الاستعمال والتحذير لأركان الجيش الوطني الشام لكن في الجزائر طبعاً أهم منصب في وزارة الدفاع هو وزير الدفاع ثم قائد الأركان ثم قادة الجيوش اللي هو قائد القوات البرية قائد القوات الجوية قائد القوات البحرية لكن في الحقيقة هذا المنصب اللي هو منصب الاستعمال والتحذير يأتي مباشرةً عملياً بعد قائد القوات البرية أي أنه يأتي في الرتبة الرابعة في وزارة الدفاع من حيث الأهمية عين له هذا الجنرال محمد قائدي محمد قائدي كان الذباب لما بدأت الثورة الشعبية في 22 فبرايري يقدموه يسموه المنجل أراكم الآن نسيتوا الناس ربما أنساوا كلمة المنجل هذه كانت منتشرة بداية من شهر أفريل لما كان الذباب والبروباغندا آنذاك تقدم على أنهم سيقومون بكذا وأن القائد صالح سيقضي على الفساد وأنه وجابوا هذا محمد قائدي وحطوه على أساس أنه هو المنجل وآنذاك باش أيضاً في إطار الخداع قال لك حافظ الستين وقارئ القرآن على ما نشعرف كذا من رواية وكذا ومتدين وداروه وكأنه قديس وإن كان ليس لدينا قديسين في الإسلام يعني طاولوا بعد تعتدين هم يعرفون الشعب في عمقه يحب المتدين حتى الإنسان اللي مش متدين حتى الإنسان اللي ما يصليش يحب الناس اللي فيهم الدين يعني ما يقولك هذا يخافوا ربي ما يسرقوناش ما يقتلوناش ما يدرون ناش إلى آخره فالمهم دخلوا للشعب بهذا المنطق وظلت الدعاية وفعل كذا وهي كلها بروباغاندا كلها أكاذيب إلى غاية أن حدثت حادثة والحادثة هذه هي كالتالي دركن نوريها لكم فانقلبت يومها انقلب الفيسبوك وانقلبت كل المنجل والله وحتى شغل بالنسبة لهم فضيح الحادثة هي هذه خرجت الصور خرجت هذه الصور مش عارف إلا راه واضحة هكذا أو أفضل هكذا نعم ربما هكذا أفضل هذه الصورة بعدين نعود أن ننشرها ان شاء الله على الفيسبوك ربما أيضا اليوتيوب في هذه الصورة إبان محمد قائدي قديدو يبتسم وين؟ داخل مخمرة قديمة جدا في إيطاليا راح يومها إلى مشاركة مع الحلف الأطلسي الحلف الأطلسي عنده تجمعات جمعيات هكذا يجيب لها جنرالات الدول المتخلفة هذه باش يشريهم باش يعرفهم ممشكون وباش يبقوا مسيطرين على الحكم فيومها راحوا أحضر اجتماع حضروه بعض الجنرالات هاهم هنا أفارقة نشوفوا لونهم أصمر وحضروه هو في حاجة هكذا يسموها خمسة زايد خمسة وأشياء من هذا القبيل كاين خمسة زايد خمسة وكاين شيء آخر شكرا يا زهير وكاين هذه مع الأمريكية هذه اللي دروها في إفريقيا قيادة الأمريكية في إفريقيا فكان مبتسما مبتهجا وهو يشوف في قرعة الخمر المعتقة القديمة اللي كان يشرحها صاحب المصنع فطبعا ما بين حافظ ستين حزب وقرى كذا ومنش عارف البخاري حافظالي وروتور وهذه وهذه إلى أنه مبتهج ومبتسم مع قرعة الخمر بدات الأمور بروباجندا ما تمشيش لكن أسوأ من ذلك هي صور أخرى خرجت أنا ذاك على الأرجح يومها خرجوها خصوم ونظرك نقول شكن اللي يخرجها على الأرجح خرجوها خصوم الجنرالات هاي صورة أخرى هذه الصورة محمد قايدي محمد قايدي كان يصوره على أنه سيقضي على النفوذ الفرنسي في الجزائر سيتم تدمير النفوذ الفرنسي في الجزائر تماما قالك وهذه الصورة كما تشوفوه هناك كطفل في مدرسة هكذا شوي حشمان إلى آخر هذلك نستطيع أن نشوفوا الصورة بشكل أكبر باش نشوفوا الوضع هاهو الآن مع مسؤولين فرنسيين كلوها كذا يعني مؤدب مبتسم إلى آخره ودرت نقول لكم هذي وش تم يومها هذي كانت في نهاية 2013 تقريبا يعني منتصف 2013 نهاية 2013 الآن نحدثكم على هذا وش كان يدير هنا يعني وش كان يدير في الإليزي هنا طبعا تشوفوا هولوند هنا هولوند ووزير خارجيته يومها لورون فابيوس وهولوند ودركنا عرفوا هذا اللقاء وين كان هنا أيضا صورة أخرى للمنجل الذي سيخلص الجزائر من نفوذ الفرنسي وسيقضي على فرنسا في الجزائر وعلى نفوذ فرنسا هنا مبتسم وفي حالة شبه استعداد وهو يسلم على وزير الخارجية الفرنسي اللي يقوله بارك الله فيك يعني طبعا بارك الله فيك بالفرنسا يعني بطريقتهم في الصورة بالكم سلال وبالكم يومها فاز الوزير الأول الفرنسي وفيه صور أخرى مع أمريكيين مع قيادة القوات الأمريكية إلى آخر إلى آخر المهم يدوهم وهذه واحدة من الكوارث الكبرى يدوهم بش يعلموهم كيفاش يعني تخيل لأنك أنت الأمريكيين والروس والفرنسيين والألمان والبريطانيين هم اللي علمولك للجنرالاتك كيفاش يحاربوا وكيفاش يديرو ملا واشحن يحاربوا هؤلاء راحن يحاربوا شعبهم بطبيعة الحال بعد ما خرجت هذه السور واللي على الأرجع خرجها بوعزة وسيني وملأت الانترنت طبعا الناشطين ضد العصابة خرجوها بالنسبة لأيوم هذا مهم بدأ اسمه يختفي يومها كان الجايد الصالح يحضر فيه باش يكون في بلاست ترطال وحتى كانت خرجت كثير من الإشاعات أنه هو اللي راح يكون الـ DRS الجديد أو DSS أنا ذاك سموها الـ DSS لكن نبو عزة وسيني اللي كان عينه الجايد صالح قائد قوات قائد مخابرات الداخلية DSS ما كانش يحب يتحطى عليها معلم حاب يكون منه الجايد صالح مباشرة فخرج هذا الأشياء وطبعا الجايد صالح لما شاف باللي المنجل واللي حار به فرنسا وتفضح وبانوا وين كان وكيفاش كان في الإليزي كدجاجة مبللة وكطفل داخل لأول مرة المدرسة أمام سادة الإليزي يعني خلاص تكسرت هذه الدعاية الكبرى انت عندناه هذا حار في فرنسا فما عينوش وخلاه مستشار عنده لأن الجايد صالح كان يحبه شوي كذي يشوف فيه باللي ممكن بسبب أو لآخر لا أعرف عن شنو العلاقة لكن فما عينوش معينوش لكن خلاه موجود معاه قريب منه يعني شبه مستشار إذا حبيت تقول مع المنصب القديم اللي كان فيه منصب بسيط هكذا مش حاجة كبيرة المهم أن أبو عز وسيني كان كسر نظرية أنه يتعين معلم عليه يتعين شاف عليه وأصبح بو عز وسيني اللي هو فقط موديل مخابرة داخلية أصبح يتحكم في الداخلية وفي الخارجية وفي العسكرية الدي سياسة والدي أسو يصبح يتحكم فيهم تماما عن طريق اقتراح شخصيات إلى الجايد صالح يقول له هذهم هما ليحفظوك من الانقلاب لقيت صالح كان خايف من الانقلاب وخايف من التسموم ومن القتل على الأرجح الآن مات مسموم أو مات مقتول هذه فيها وعليها يبقى أنه ربما تتوفر معلومات كثيرة ونتكلموا لها الآن الآن كاين معلومات لكن نحتاج إلى مزيد من الدقة في المعلومات نعرفوا أنه مثلا تبدل لحد الآن في أقل من سنة ثلاث مرات تبدل كثير من هذا المخابرات الخارجية ثلاث مرات في سنة يعني عدم استقرار هائل للمخابرات المفروض في وضع حساس لكن الآن وصلوا إلى أنه ما يخش منصب داخل المخابرات لأن أبو عزة وسيني سيطر على المخابرات بمختلف أجهزتها بل أخذ منصب أعلى الآن لم يعود ديركتور دلا سيكريتي أنتريير مدير المخابرات الداخلية أصبح المدير العام للمخابرات الداخلية دي جي أس إي ديركتور جنرال دلا سيكريتي أنتريير فأصبح في مهمة بالغة في منصب عالي وأرفض أن يتعين هذا في الأخر لكن التوازنات والصرعات القائمة خلتوا يقبل أنه يتعين في مكان محمد بشار لأنها شكون خلف من من هما اللي كانوا قبله اللي قبل قديد هذا محمد قايد شكون اللي كانوا قبلوا في المنصب كانوا قبلوا هذا وكنت تكلمتكم عليه لما راح لأمريكا محمد بشار راح وقع مع الأمريكيين قبل الانتخابات قال لهم لازم توقعوا معانا اتفاقيات ويستطيعوا الناس أن يرجعوا إلى بداية ديسمبر أو نهاية نوفمبر كنت تكلمت على الموضوع وجبت حتى الاتفاقيات أو جزء منها اللي وقعوها يومها مع الأمريكيين فهذا محمد بشار تمت الإطاحة به اليوم يعني القرار اللي خرج في الجريدة الرسمية تقول باللي تمت الإطاحة به قبل هذا هذا محمد بشار خذ المنصب فقط في منتصف أو في بداية ديسمبر 2019 يعني عنده ربع شهر ربع شهر فقط وتمت الإطاحة به قبل محمد بشار كان فيه هذا هذا خطير خطير جدا هذا يسمى زرات الشريف زرات هذا عنده علاقات قوية خارجية ولكن وصل أبو عزة وسيني أن اقناع القايد صالح من أن هذا ممكن يتورط في انقلاب ضدك خاصة بعلاقاته الخارجية وقال له داله ملفات انت عبناء هذا شريف زرات ما كلين البلاد كليته البلاد يصراقين يعني نهبي البلاد ما اخذين أشياء كثيرة فقام اعطاه قايد صالح أوامر باعتقال أبناءه وبالإطاحة به وكان راح يتحاكم كثير من الأخبار تقول بأن القايد صالح عمر بسجنه لكن في اللي دخله عنده قالوا له راه مريض وراه أصيب بصدمة قلبية وبعد ما تم من الأفضل يبقى في الحجز البيت يعني خليه يبقى في داره لكن تحت الحراسة لا أعرف الآن أين يوجد لكن ما أعرف أنه فقد كل مناصبه وكل هيلمان اللي كان عنده كانت عنده علاقات قوية هذا الشريف زراد حضر تقريبا كل اجتماعات مع الحلف الأطلسي وحضر اجتماعات خمسة زيت خمسة وحضر اجتماعات مع الأمريكية هذه اللي دارينا في أفريقيا هذه ما شو يسموها فعنده علاقات وطيدة ويتكلم الإنجليزية بشكل جيد إلى آخرهم إذن تمت الإطاحة بزراد في ديسمبر خلفه محمد بشار تمت الإطاحة محمد بشار في نهاية مارس وخلفه الآن محمد قديد ما يعني هذا بالنسبة للتوازن خلونا نرجع للوظيفة باختصار بسيط ما هي وظيفة هذا المنصب الآن إذن هذه دائرة الاستعمال والتحضير في كل جيوش العالم يقال أنها هي رقم ثلاثة لكن في الجزاء كما سبق وقلت لكم هي أقل شيء نقدر نقوله أنها رقم رباح بعد وزير الدفاع قائد الأركان قائد القوات البريع يجي هذا المنصب وهذا المنصب دوره وشنه هو دوره أنها تشرف على أي عمل أي عمل عسكري سواء للتمرينات سواء في الحرب سواء في مخاطئة هي التي تقوم بعملية التنسيق والتحضير أي تحضير المعركة استعمال وتحضير والتحضير للمعركة الاستعمال معنى استعمال الأسلحة استعمال مختلف الإدارات المديرية تنسق بيناتهم فمثلا تنسق ما بين الجيوش جيش الجوي وقائد القوات الجوية قائد القوات البرية قائد القوات البحرية وكان يكون قائد قوات الدفاع الجوي إلى آخر تقوم بأعمال تنسيقية وبالتالي تكمن أهميتها هنا فيه 72 جنرال يخدموا داخل هذه دائرة الاستعمال والتحضير ويعتقد أنه أكبر عدد ممكن أكبر عدد من تركز الجنرالات هو موجود في هذه الدائرة وزارة الدفاع فيها مدريات فيها دوائر فيها نواحي أسكرية فيها إلى آخر لكن أكبر عدد ممكن الجنرالات يوجدون في هذه الدائرة وكما قلت يحضرون مجموعة الخمسة فاصل الخمسة ولقاءات خارجية أخرى إلى آخرها إذن عاد محمد قايدي بعد فضيحة المنجل وفضيحة الصور منتع الإليزي وفضيحة الصور منتع الخمر وهو اللي قالونا باللي حافظ الستين إلى آخره عاد الآن ليشغل هذا المنصب الخطير والمهم هذون هما تقريبا أهم الجنرالات ربما في الأيام القادمة رح نحدثكم عليهم إذا استطعت بنوع من التفصيل ومن هو من وإن كان في هذه الصورة في تغيير لشخصين تقريبا أو ثلاثة تغيروا ما هو قائم الآن هو أن الآن نشهد المخابرات بقيادة الجنرال بوعزة وسيني في معركة مع المخابرات توفيق ديرس اللي هي الآن اللي الآن اسمها اللي رأسها بوعزة وسيني هي دي جي أسي وطبعا كما قلت لكم كان لكن طبعا بوعزة وسيني هو الأهم هذا بوعزة وسيني مع جنرالاته وعقداءه واصحابه وفي معركة مع مجموعة من قدماء الديرس اللي كانوا تبعين ومواليين لتوفيق وأيضا حتى لما كانوش ديرس مثل عبد العزيز مجاهد الدموي عبد العزيز مجاهد اللي جابوه كما تعرفوا قبل حوالي شهر وعينوه مستشار أمني وعسكري للرئيس لماذا عينوه مستشار أمني وعسكري اللي خطط من الداخل من الخلف وعلى أرجح هذه كانت بطلب من توفيق شخصيا اللي قلت لكم أنه وضع في مقر خاص في ناحية العسكرية الأولى موش في السجن وإنما هو في شقة في مكان خاص بي عنده كل الامتيازات الداخل على الأرجح أنه هو من اللي رح يخطط لهم الآن يعني رغم أن توفيق مش حاجة كبيرة لكن لعمة كما يقول مثل الأعور في مملكة العميان يبان حاجة كبيرة مع كافة احترامي لإخواني الذين فقدوا البصر ولم يفقدوا البصيرة كثير منهم أحرار الآن عدل عزيز مجاهد مع الحاج رضوان اللي هو مستشار خاص جدا لتبون واللي هو في حقيقة كان مدير ديوان توفيق لمدة 19 سنة حاجة رضوان اسمه منصور عمارة من منطقة عن السفر وآخرين هؤلاء في معركة حقيقية مع أبو عز وسيني للإيطاح به وهذا التعيين تعمل محمد قايد هم يعرفوا الخلافات اللي موجودة وعلى الأرجح قد ديدوا محمد قايد يعرف أن تلك الصور اللي انتشرت في الأنترنت واللي أدت إلى أنه يظهر بشكل سيء جدا أمام القايد صالح وأمام دعاية المنجل ودعاية فرنسا ومحاربة فرنسا كانوا راهبوا عز وسيني فطبعا عارفين الخصومة هذه فيشوفوا بأن بوجود محمد قايد في هذا المنصب يصعب القيام بينقلاب عسكري واحد اثنين يضعون شخص اللي يقدر يواجه بوعز وسيني واللي تحته أكثر من سبعين جنيرال الثالث أن الديارس اللي تحت بوعز وسيني الآن أو المخابرات اللي تحت بوعز وسيني الآن تجد نفسها مفتوحة عليها أكثر من جبهة جبهة قدماء الديارس تحتوفيق جبهة القايدي هذا وصحابه طبعا بوعز وسيني عنده مشاكل كبيرة مع كثير من الجنيرالات كي يدخلوا للحبس كي ينسجنهم كي يضربهم كي ينسجنوا يعني بلدوزار ما هكذا يعني مقامر ما عندوش من يروح لكن وش راي يدير بوعز وسيني في نفس الوقت وهو في هذه وعارف في معركة الأجنحة القائمة يقوم بمزيد من استفزاز الحرك سيزاز ثور شفنا واش دار مع كريم طابو شفنا واش دار مع إبراهيم الإعلامي مع دواجي مع هذه أمثلة بسيطة يعني في عداد كثيرة جدا الآن أخواننا اللي راهم في إضراب عن طعام اللي راح ندخلوا لكلهم البارحة ذكرت لكم الآن واحد من الإخوة والآن ثلاثة الآخرين أيضا نحن دخلوا إضراب عن طعام ياسين الخالدي عبدالله بن نعوم العربي من ناد هو يريد المزيد من الضغط على الحرك فالمزيد من الغضب الشعبي واللي بالنسبة للغضب الشعبي بالنسبة ليه راح يتركز ويتشكل ضد تبون وضد الفريق اللي يجيبوا لذلك مثلا سيمثل للاستيناف الصحفي والناشط عبدالكريم زغليش غدا الأربعاء أمام محكمة من مظلم من هذا المظلم المصيبة أنه من بين تهمة هذا العبدالكريم أنه قال لك كان أهانة رئيس جمهورية شكون لي أهانه شكون هذا رئيس جمهورية أبو تفليقة أبو تفليقة الشعب أطاح به وانتفت ضده لكن ما زالي حاكموا ناس لأنهم أهانوا بو تفليقة تيارت سيمثل للمحاكمة خطاب فاروق غدا الأربعاء من أفريل أمام قسم الجنح لمحكمة تيارت كما تسمى تهمة التحريض على التجمهور المسلح المدية استدعاء المعتقر الرئيس السابق والشانرية للتحقيق من طرف مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية جيجل استدعاء بمطلوعة سعدان للتحقيق من طرف فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية هذو كلهم من أحرار الحرك هذو كلهم من رجال الجزائل اللي يريدون نهضة الجزائل أو على الأقل يقاومون تسلط العصابة من أيضا جدولة محاكمة شمس الدين الإعلامي المعروف بإبراهيم الإعلامي إلى يوم 15 أبريل في سوق هراس تقديم خليل رحال أمام وكي الجمهورية الخميس يوم 10 أبريل إلى آخرهم أي أن من بين أساليب وعزة وسيني هو الاستفزاز ثم الاستفزاز ثم الاستفزاز أمس شفنا نحكم على مراكشي الصحفي مراكشي بثمنم شهر حبس على فرساوي راج بعام حبس وآخرين شفنا مثلا مصطفى قير اللي عنده الحق فإطلاق صراحه لم يتم إطلاق صراحه فالعفو هذا لداريو لأنه كانوا سجنوه بسبب أنه ماهوش على أساس ماهوش سبب تحرك سبب متاع مشكل مع الشرطة وهكذا إذن يقوم بعملية استفزاز وحتى هذه العمليات على استفزاز خلات حتى أصحابهم في الخارج مثل مثلا الاتحاد الأوروبي برلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ما يتكلمش بطبيعة الحال لكن البرلمان الأوروبي لهو مع بقاء هذا النظام يريد فقط نوع من الإصلاحات خلهم ينزعجوا بشدة في قضية مثلا كريم طابو مثلا وخل منظمات حقوقية أخرى تنزعج وخل كثير من الإعلام العالمي الآن يقول بالنظام في الجزائر يخترم فرصة الوباء باش يفكك الحراك وباش يرغل سيكونت مع الحراك مع الثورة الشعبية هي هذه من بين استراتيجيات أبو عزة وسيني في إطار الصراع المفتوح ما بين مختلف الأجنحة عندما لا تكون لك دولة مدنية تكون لك جماعات أجنحة عصابات مافيا شفنا المافيا هذا اللي كان رئيس البوليس كان رئيس البوليس بمعنى أنه هو اللي يحافظ على أمن الناس هو اللي يلقي القبض على المرتاشين على اللصوص على فوجدنا في جزء بسيط فتحوه ما فتحوش كلش لأن كاي الملفات ما رحولهاش نهائيا لأن فيها متورطين جنيرالات كباراً في السلطة كاي اللي فيها تبون متورط ما رحولهاش مع الهامل إلى آخره لقينا عنده كل هذا الأموال واللي في الخارج ما مسوهاش قبل ثمان شهور ولا تسع شهور هم أعلنوا أنه ملقاوا في بيت جنيرال واحد 800 مليار سنتيم 800 مليار سنتيم خلاف الأورو خلاف الذهب خلاف الدولار خلاف فقط سنتيمات فقط 800 مليار طبعاً ويحي المرة الماضية ما كانش عارف قالوا معلبة ليش منين جاتني 300 مليار سنتين وبعدين عابده رجعوا باش يخفوا قالوا لا كان 30 مليار سنتين حتى 30 مليار سنتين ما كانش على باله أصلاً أنها عنده في الكونت نساها حطها ونساها أو بعثها له واحد ونساها هو دولة مدنية يحاء الشعب يقرر فيها مصيره ويصنع فيها مؤسساته ويضع فيها جمعياته الشعبية ومؤسسات الدولة ويضع فيها ويكون فيها الإعلام حر ويكون فيها القضاء مستقل ويكون فيها المسجد مستقل وتكون فيها الأوقاف للصرف على جهات معينة حتى لا يتم إخضاعهم كما يتم الآن مع بالحمر لشراء كل الضمم طيب الصحافة اللي باقية باقية قلة قليلة ها وعليش مهم دولة مدنية دولة مدنية تحلك مشاكل أساسية لأنها بدونها تبقى أجنحة متصارعة تتضرب مع بعضها تتآكل مع بعضها يتفقوا أحيانا يخنقون ويسرقون يختلفوا أحيانا يتضربوا يتصارعوا أحيانا حتى شنان 98 دار ومجازر لما كانوا يحبوا يطردوا وزروال وهكذا دولة مدنية مهمة جدا دولة مدنية مش هكذا من فراغ دولة العدل والحق والقانون دولة بالفعل يكون الشعب هو اللي قرر المصير هو اللي يأتي بالحاكم ويذهب بالحاكم شوفوا بهذه أختم شوفوا إخواني قبل حوالي عشرة أيام أعلن أعلن هنا في بريطانيا بل أعلن هو شخصيا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أعلن بأنه أصيب بالفيريس وقال الشاب راني أصيب بالفيريس ولكن وضعي لباس به راني لباس راني قادم نشتغل فوقف اللقاءات مع مساعديه ووزراءه وإلى آخره وكمل يشتغل لكن قبل ثلاث أيام قالوا أن حالة الصحية بدأت تسوق قبل يومين قالوا اخذوه للمستشفى أمس قالوا رأوا في حالة سيئة جدا رأوا في حالة الإنعاش اليوم قالوا رأوا أفضل رأوا مستقر مازال مهش لماذا لماذا يقوم بوريس جونسون ثم من بعده الحكومة البريطانية بيعطى التفاصيل مش هذي أسرار يسيدي أسرار تعريس الوزراء كيفش نكشفوها بالنسبة ليهم غيربوا ما يكشفوه سر للروس يكشفوه سر لكن الروس والأمريكا نعم عارفين مخابراتهم يجيب يقع الأخبار أهم شيء اللي يهمهم هو الشعب هو أنه بوريس جونسون يحس رحو موظف عن الشعب عندما تكون موظف عند جاء عند واحد مثلا انت رئيس مصلحة في ولاية معينة وتمرض تخبر الوالي تخبر الأمين العام تخبر درال أو دراغ أو ما شعب شي يسموه الآن كي تكون كوميسير تخبر اللي أعلى منك كي تمرض صح بالعمل المعلم من تاك كي تكون وزير تخبر رئيس الوزراء تخبر رئيس الدولة كي تكون عقي تخبر جنرال وكي تكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة تخبر شعب لأنه هو اللي جاء بهذا المنصب هكذا يفكر هؤلاء القوم أنهم موظفين عند الشعب خدام هو خدام يأخذ أجر الشعب يحاسب كي يمر لازم يخبر كي يسافر لازم يعرف وين يسافر كي جهدية لازم يقول عليها هنا تجيهم هدايا بسيطة تلقاها مسجلة أي هدية تقدم لأي واحد في أي منصب لازم يقدمها لازم يقول له ما يجاتني الهدية في حالات معينة ينحو هالو إذا كانت عندها قيمة كبيرة وفي حالات صغيرة يخلو هالو الحوايج بسيطة هذا يفكرنا في هدية القرع ريحة اللي اعطاها خالد تبون للبوشي حي الله لحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة